السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخوتياتي كتيري لبس عليكم باخير هنين كراكم زيانين نتمنىكم بقعد تكونوا باخر وعلى اخر فينما كنتم تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا معي فيديو جديد فيديو دي اليوم ما جيت ان شاء الله سنشارك معكم واحد الوجبة كوجبة غذاء او عيشاء او قراطة مهم سنوها كما بغيتو سهلة اقتصادية وفي نفس الوقت كتجي بني نفسه ندس معكم مباشرة المقادير وطريقة ديالها كيفما كنتشوفو خذيت هنا البطاطا بالنسبة للبطاطا نستعملت خمسة ديال الحباس كاللي فهم مقبار كاللي فهم صغر مهم الكيمياء كاتبقى على حسب الاعداد ديال الافراد وكاتبقى على حسب اللاطا اللي غذي تديرو فيها هاد القراطة هذي درت عليها الماء والملح ودرت على النار نسلق خذيت هنا مقلاة كيفما كنتم اخوتي واخوتي خذيت هنا مقلاة درت فيها النص ديالس در اتجاج لمقطاع قطاع اللي صغير كما تلاحظو معايا درت عليهم جوج مع القبار من زيت الزيتون غذي نحرقهم مزيان صفي وغذي نخليهم مع النار حتى كيتشحر لي مزيان حتى يتشحر لي هادا 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 سترديال الجاج مع الزيت وعد غذي نزيد عليهم باقي ديال المكونات هنا بعد ما تشحر هنثومه كي يعني ذاك الزيت كي يتعزل راسه كما كتشوفو معايها هنا خذيت لساديال الحباس ديال البصل شلطهم بالطريقة نحرق البصل مزيان بالنسبة لصدر الجيش يمكن لكم تعوده بالكفتة او بلدان او بطن انا الصراحة بالنسبة لهذه الوجبة نفضل اني ندير فيها صدر الجيش كي يعجبني الصراحة صدر الجيش بهذه الوصفة كذلك نحرركم زيان وزيت هنا ثلاثة لحبات الفلفلة حتى هي مقطعة بنفس الطريقة بالنسبة لفلفلة صفرة وفلفلة حمراء صراحة تجي زوينة متنوعة فانا ممتوفرش عندي تقدر تغير هذه الخضرة مهم على حساب اللي متوفرة عندكم كانت متوفرة مناشي مشكل تادي صفية غدي نحرك هنا مزيان تحليل البصلة والفلفلة وصدر الجيش مزيان وهنا غدي ندير الربع ما بين قصبر ومعالقة كبيرة مهم غدي ندير نص ديال الكمية والنص غدي نخليها للبطاطة كما قد لكم معالقة كبيرة ديال الربع كذلك تقريب محكوكين توابل بالنسبة لتوابل سكين جبير بقية بزار الخرق فلفلة حمراء والملح وبطبيعة الحال غدي ندير واحد نص ديال دامتي باش تبنن يعني تبنن لنا هد حوشو هادي او هد شرمو له هادي او العمارة ما يمسموها كما بغيتو سوف نقليها مزيان وغدي نطفع لها النار هنا يدوس مباشرة البطاطة ديالين بعد ما تسلقت وضروري ان هاد المرحلة هادي بعد ما تسلق كتخدموها وهي سخونة ما تخلي واش حتى كتبس يعني البطاطة كما كان عارفو غير كتبس كما قلت لكم الافضل انكم تخدموها وهي سخونة يعني وهي طريق رها بقية سخونة كما قلت لكم انا هنا انا غدي ناخد واحد الانا وغدي ندير فدك طحنة ديال اللي بي سارة بطبيعة الحال هاد طحنة عدم توفر كل بيت صراحة كدعجبني يعني انطحن فيه البطاطة كيساعد بزاف وعمالي يعني في الساعة كي نكمل ذاك الكيميه سوف نقشر في البطاطة ديالي بها الطريقة وكن قطعها كطريفات بزكيرها سخونة مقبضيتش نحالية كما كتشوفون سوف ندورها يعني في الساعة كتخدمو ذاك الكيميه ديال البطاطة تخرج مضعوقة يعني ما كيبقوش فيها الحبيبات بصيفة نهائية لكتعندكم هذيك ديال البطاطة فهم كلكم يعني تخلطوها بها مهم كيبقى لكم الاختيار ولما عندكم لهذيك لهذه غيب الشوكة و هذيك البطاطة ديالكم سوف نضع كذلك التوابيل سكينجبير إبزار الخرقوم تحميره و الملح بالنسبة للملح على حساب ديجا يعني داري الملح في السابنة كنا نسيقه سوف نضع اللي تبقالي من التومة كذلك تقريبا جوجد ريس ديال التومة محكوكين و هناك كذلك معلقة كبيرة ديال الربيع ما بين القصبر مهمة ربيع قد يجا يعني مقطعها لحساب اللي درت في العمارة و خليت على حساب البطاطة هنا أخواتي غاد نضع جوج حباد ديال البطاطة و كذلك غاد نضع ثلاثة ديال الجوبن موثلات مهم الجوبن كيبقالكم الاختيار يمكن لكم تديروا هذا ولا يمكن لكم تديروا كيغي ولا يمكن لكم تديروا اي جوبن كما قد لكم اي جوبن كتتفضله كيبقالكم الاختيار مهمة نضع ثلاثة ديال الجوبن صارحة يعطيه واحد الماضق رائع البطاطة ديالنا يعني كيجينا ذاك الماضق ديال الجوبن بالتفضل ثم نضع ثلاثة ونضع رمزة المقربي جيد نضع جميع توابل التي ضربنا في البطاطة سنبقى سخونة فنفق يتخلي مجبدا نستعمل يودية لانتطيع نضع طلب كثير ثم خلط الفرن ثم نضيف الفرن خلط الفرن نقسم الكمية نضع نصف في الجهة نضع نصف كمية البطاطا نضع نصف كمية البطاطا نضع العمارة نضع ضعون الحشوة البصلاء او فلفلا خضراء بصراحة المادق رائع نتمنى انكم تجربوه حد بصحر و اضون التجريبه او بالنسبة للوليدات من القتل اجربو البطاطا ارتبال اغزالة اقتصادية قوم بضعك الحوشوات اضع الحوشوه و كميه البطاطه نحاول اضع خطوط نقلب الخطوط اضع خطوط اضع خطوط ك знаком ذلك اضع الخطوط اضع خطوط اضع خطوط نقطع معاكم وحطريف باش شوفوا من داخل كيفاش كاتجي كاتجي غزالة 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 غيجربوها على حسابي الصراحة فنة كما قد لكم ولي ذاتي حماقوا عليها نتمنى انكم تجربوها الوليداتكم اترضو عليها هنا را بقية السخونة من الافضل انكم تخليوها تبردك شوية هنا يلا حيطلع طام الفن مهم را بقية السخونة هنا كما كتلاحظو البخار يعني بقية يطلع منها شي حاجة صراحة اللي غزالة غزالة بساف نتمنى منكم انكم تجربوها وتردو عليها وكما شيتوا معي بطبيعة الحل مكونات اللي بساطين متوفرين في كل البيت فنتمنى اخواتي انكم تجربوها هنا حطيتها في الطبيلة ديالي ومهم هنا بالنسبة للحريرة ولمسمن را هدي جا شاركتوه معاكم في الفيديو اللي قبل اللي ما شفش الفيديو غدي نخليه لكم في صندق الوصف او في اول تعليق متبت غدي نخلي لكم فيديو ديال الحريرة وفيديو ديال المسمن مع مرة بحجم عائلي فتمنى اخواتي مادة تبخلوش اللي يابلي لايك ديالكم تعالقوكم زوينة بارتجو الفيديو العجبكم مع الاهر والاصدقاء ولي بقي كي جاد الفيديو حسن لده بك نقول لكم شكرا على لحظة المتابعة ديالكم فمنطبوش عليكم كثر من هكذا نقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد ووصفه جديدك في العيضة ان شاء الله السلام عليكم